معانا الأستاذة عبير من بني سويف أستاذة عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا دكتور عملي فضل ونعمة الحمد لله يا ربي دائما لو سمعت شيخ أنا بس كده أحكي لك حياتي كده ملخص ديئة واحدة هتحكي حياتي كلها في ديئة واحدة؟ ديئة واحدة أنا تجوزت من نشر سنة فصلت بعد لما تجوزت بـ 80 معي وولد وابنت تمام يا دكتور وأنا دلوقتي الوصية عليهم هم معي حضنتي يعني طيب ففي مشاكل في البيت ماما عايزيني أتجوز وتقولي لو ما تجوزتش أنا مش هكون راضيها عنك وأنا مش عايزة سيبقى يا لي فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني أنا مش محتاجة الجواز يعني أنا الحمد لله أدري أن أنا كافيهم مصارفهم وتعلمهم كل حاجة أجاوب على حضرتك أستاذ عبير أستاذ عبير زواج حضرتك من عدم زواجك ده مسألة ملاش دعوة بر الوالدين مسألة دي تخصك أنت بر الوالدين فيما يخص والدتك هي اعتبر الكلام اللي هي بتقولولك ده كلام نصيحة وما تعتبروش بيضغط عليك وحاولي تفاهميها أن أنت محتاجة تعملي حاجتين محتاجة تتعافي الأول من تجربة الزواج الأولى ومحتاجة كمان أن أنت تفكري في حياتك إزاي هترتبيها وبكده تأجل الموضوع وتبعدي عنك شوية الضغوط اللي أنت عليها لكن أنت لو بتقاليني أعمل إيه يعني هل ده واجب علي أن أنا أسمع كلام والدتي وروح أتجاوز وأنا مش مستعدة للجواز لا مش واجب عليك طب وهل ده مش حقوق والدين لا مش حقوق والدين وأنا بكلم الأم الكريمة لا ده مش من حق حضرتك أن أنت تفردي عليها أن هي تتجاوز وخاصة لو كان عندها سبب مهم وأن هي مش عايزة وحد يسألني هل يجوز أن أنا ما تجوزت عشان أفضل أربي أولادي آه يجوز وده مش حاجة سيئة خالص بالعكس بل قد يكون ده الأحسن لزوجها هي خلاص ما بقتش قادرة تتعامل مع ده بس إذا كانت هي تستطيع أنها تدير شؤون حياتها وتستطيع أنها تعيش فأنا بس قلت لحضرتك الحكمين الحكم الأولاني لا ما يجيبش عليك أن أنت تزوجي استجابة لولدتك وإن شاء الله ده وهذا ليس من حقوق الولدين وبكلم الأم الكريمة أنا عارف ماذا شفقتك على بنتك لكن خليها تتعافى خليها تتعافى لأن التعافي من الزيجات السابقة يعني دوة أمر بيأخذ وقت طويل وبيكون حسب الشخص نفسه أمر الثاني أن أنت تظلي ما تتجوزيش من أجل الحفاظ على أولادك ده أمر شرع وجائز وليس فيه شيء وربنا إن شاء الله يحفظك ويباركلك في أولادك إن شاء الله